بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء السادس من الدرس الأول أمامنا تظهر أشكال المصفوفات تبعاً لأبعادها فهي إما أن تكون مصفوفة مستطيلة rectangular matrix أو مربعة square matrix أو عمود one column أو صف one row فالمصفوفة A مثلاً هي مصفوفة مستطيلة لأن بها ثلاثة صفوف وعمودان فهي من الأبعاد ثلاثة في اثنين المصفوفة B مصفوفة مربعة لأن عدد صفوفها يساوي عدد أعمدتها فهي من الأبعاد اثنين في اثنين المصفوفة C مصفوفة عمود واحد لأنها تتكون من عمود وثلاثة صفوف فهي من الأبعاد ثلاثة في واحد أما المصفوفة دي فهي مصفوفة صف لأن فيها صفا واحدا وأربع أعمدة فهي من الأبعاد واحد في أربع إليكم الآن بعض الأشكال للمصفوفات المميزة والخاصة فالمصفوفة الأولى هي المصفوفة الصفرية ومن اسمها يتبين أن كل عناصرها عبارة عن أصفر وهي إما أن تكون مصفوفة مستطيلة وإما أن تكون مصفوفة مربعة المهم أن يكون كل عناصرها أصفر من أي بعد المصفوفة الثانية هي مصفوفة الوحدة وهي لا بد أن تكون مصفوفة مربعة ويكون كل عناصر القطر الرئيسي وحايد وباقي العناصر أصفر فالمصفوفة أي اتنين مثلا مصفوفة وحدة من البعد 2 في 2 عناصر قطرها الرئيسي والباقي أصفار كذلك المصفوفة أي ثلاثة مصفوفة الوحدة من البعد 3 ثلاثة صفوف وثلاثة أعمدة قطرها الرئيسي عبارة عن أعداد واحد وباقي العناصر عبارة عن أصفار المصفوفة الثالثة هي المصفوفة القطرية تختلف فقط عن مصفوفة الوحدة في أن وأن قطرها الرئيسي لا يشترط أن تكون عناصره عبارة عن أعداد واحد يمكن أن تكون أية أعداد فمثلا المصفة أي هنا عناصر قطر الرئيسي خمسة سرب واحد ثلاثة والباقي أصفار أي أنه كل مصفوفة وحدة هي مصفوفة قطرية والعكس غير صحيح إلا في حالة واحدة إذا كان القطر الرئيسي عناصره عبارة عن أرقام واحد النوع الرابع هي المصفوفة المثلثة وسميت مثلثة لأن عناصر المصفوفة فوق أو تحت القطر الرئيسي تأخذ شكل مثلث فإذا كانت هذه العناصر المثلثة فوق القطر الرئيسي سميت مثلثة علوية أبر تريانجيلر ماتريكس وإن كانت أسفل القطر الرئيسي سميت مثلثة سفلية لورد تريانجيلر ماتريكس وباقي العناصر تكون أصفار النوع الأخير الذي معنا هي المصفوفة المتماثلة من اسمها يبدو أن هناك تماثلاً حول شيئ ما أي أن هناك شيئاً ما يقسم المصفوفة إلى جزئين متماثلين ألا وهو القطر الرئيسي لو تغاضينا عن القطر الرئيسي في هذه المصفوفة دي مثلاً لوجدنا أن العنصر واحد فوق القطر الرئيسي باللون الأزرق يقابله عنصر واحد تحت القطر الرئيسي باللون الأزرق أيضاً هنا سالب أربعة في الرقن الأيمن الأعلى يقابلها سالب أربعة في الرقن الأيسر الأسفل هنا إثنان أيضاً يقابلها تحت القطر الرئيسي إثنان تقبيد الإثنان